بس خلينا نبدأ بقى قبل ما نخش في أخبارنا بالخبر الحلو اللي كان مبارح ويعتبر حصري أول برنامج بيتكلم عنه طبعا في خناة الأهلي التشيرتات آه طبعا الموضوع ده كان أطر جدل واسع الفترة الأخيرة وناس كتير كانت بتتكهن واسمعنا أسماء كيانات وكل اسم كان يعني بيتقال أو بيتم طرحه وخصوصا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كان بيبقى دايما فيه تأجدات كبيرة جدا على أن ده الفاينل لكن الحقيقة الموضوع اختلف تماما أعلن النادي الأهلي أن شركة اتصالات مصر هي الشريك التكنولوجي وأيضا الرعي الرئيسي للنادي لمدة أربع سنوات قادمة جاء ذلك في إطار استراتيجية نادي قرن الجديدة لتسويق حقوق الرعاية بالتعاون المثمر مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي وحرص الشركة كمان العملاقة التي حققت نجاحات تكنولوجية رائعة في السؤين المصري والعربي على تقديم خدمات مبدعة في مجال الاتصالات بجانب توسيع قاعدة انتشار علامتها التجارية وأيضا استثمار الشغف الكبير لجماهير النادي الأهلي لمتابعة ناديها في تجربة تكنولوجية فريدة تحت شعار بنحب الأهلي وطبعا في المقابل بيسعى النادي الأهلي صحب البطولات والإنجازات التاريخية على كافة المستويات لاستثمار علامته التجارية القوية في الاستمرار في تفرده في إنجاز عقود تسويقية تحقق طموحات أعضاؤه وجماهيره العظيمة وطبعا تمنياتنا بكل التوفيق احنا لازم نقول ألف مبروك واتصالات كراعية كريمة جديد للنادي هو مش جديد أو هي رجع للمرة تانية طبعا زي ما حضراتكم عارفين رجع لنا مرة تانية وشركة محترمة جدا تتكلم في أربع سنين طبعا بعقد محترم برضو ففي قصة نجاح على الصعيدين زي ما بيتقال اتصالات دايما تبقى حريصة أن هي تقدم كل أو تذلدل كل الصعوبات على النادي الأهلي وعلى المستخدمين وعلى العمل بتوعها لا شركة محترمة جدا إن شاء الله يبقى أربع سنوات قصة نجاح على الأهلي وعلى اتصالات وفي نفس الوقت السلوجن عجبني جدا أتكلم من السلوجن بتاعهم بنحب الأهلي أعتقد كلنا بنحب الأهلي وبنحب أي حد بيحب الأهلي بالتوفيق إن شاء الله كان لازم إحنا نبدأ بالخبر ده زي ما كنا بنقول وزي ما كريم تكلم في الأول يعني الناس كتيرة كانت منتظرة هو التيشرت الجديدة بتاعت النادي الأهلي نازل إمتى ومين هيكون الراعي الرسمي لها فألف مبروك وده خبر حلو إحنا نبدأ به